شوف هو التونس الكل تبارك الله عنا قناعة عظيمة أنه نحن شعب الله المختار وأنه كيفنا مثل مجزوز وأنه نحن الاستثناء والاستثناء هذه من 2011 ونحن ونعمل بصايب ربي الكل على الأرض وقلوا الاستثناء التونسي والعالم منبهر بالتونس وتونسي ما كيف هو حد وتونس وكتونس وتونس لكن للأسف الاستثناء التونسي ما هو إلا وهم وكل المؤشرات تثبت ذلك من مؤشراتنا الاقتصادية لأزماتنا الأخلاقية والقيمية والاجتماعية والسياسية علش نحكي على هذا لأنه يوم الجمعة الفارض تعرضت فتاة من جنوب الصحراء إيه ورية تحديدا مش مقولوش فارقة نحن بيدنا فارقة من جنوب الصحراء إلى عملية اختطاف والاختطاف صارت وقتها ركبت في تاكسي تاكسي القيمة الأساسية للتاكسي على الأقل أنا عمر 36 سنة كيت ربيت وكيت علمت ترك في تاكسي تعلمت أنه التاكسي من بين المهنة اللي عندك فاثق لأنه اللي يشتغل في التاكسي وظيفت وأن يوصلك في إطار الاحترام من مكان إلى مكان لكن باعتبار كل شيء استثناء حتى تاكسيات بتاعنا ولد استثناء ولأن تكترك في تاكسي تم اختطافك لا فقط لأنك داكن اللون ويعتبر هذا يسمح بعملية اختطافك اختطاف من محشارة محمد الخامس تحديدا من بحث بنك الفريقي للتنمية ثم اختطافها فجر الجمعة تلقى روحها بعد نهارين نمطيشة في سكة المترو في نهارين اشتغل الطفلة شيق بعد عملية تخديرها فاقة تلقى روحها تتعرض للتعذيب والضرب ومطالب بدفع مبالغ مالية كفديو فتاة إفوارية جاءت للتونس تقرأ بقى تروحها تشتغل في مهنة من أجل توفير قوتها تعرض بشكل يومي لعملية التنمر والعنصرية والكلام الخايب تختخطف تلقى روحها نهارة لحد نمطيشة في سكة المترو العقل يقول كونه شخص يتعرض لعملية الاختطاف يسارع ويمشي يقدم قضية لكن كتحكي معاها تكتشف اللي موجود عند أكثر من عشرين ألف شخص مهاجر مقيم من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس عندهم الخوف من الدولة التونسية من هذا الاستثناء اللي اسمه التونس خوف أنه يمشي يشكي بطالبة بحق ويصبح هو مطلوب وين وراقك؟ وفجأي تعمله هنا الخوف أنه الأولوية تتقلب الخوف أنت يحمد ربي عايش في تونس ونحن نسمح لك بالعيش الخوف أنه يولي هو وضحية عمل عنصري ووضحية الدولة التونسية اللي تمارس عليه عنصري عن طريق رجالاتها الطفل ما حابش تمشي تشكي خافت بعملية تقناع من المنظمات المشكورين مشات قدمت قضية الشرطة مشكورة سمعت أقوالها وقتلها بالروح تاكنها لقى جديد إن كلمك المثير للاهتمام منه تعبد تتخطف في شارع رئيسي في العصم كله دي كاميراء معناها عملية إنك تعرفش كون الخاطف لا تحتاج إلا لسويعات قليلة إنك ترجع للكاميرا ترجع للوقت اللي قتلك عليه تتعرف التكسير اللي هزت للسيدة يتم تتليفها بلغتنا التونسة بره واحدة نكلموك لسبب بسيط إنه نحن التونسة وخلينا قولوه يكونوا صارحين ما عدل بعض فينا ويعطيهم الصحة ومشكورين صالحوا مع إنسانيتهم نحن كائنات عنصري عنصريين توجاه بعض بمنطقة الجهوي عنصريين تجاه الآخر نغزر بدونية وبعلوية للآخر على اعتبار نحن شعب الله المختار نحن من كيف ناشدوز نحن جاعة تطلع منا قال شنيت وانسة وعملين كل شي بالابتد طفلة تتخطف الأمن يسكت وهي خايفة هذا يحدث لو كان في أي بلاد أخرى تحترم نفسها وعملت الاحترام النفسي محمد أنك تتصالح مع مفهوم المواطنة مفهوم قيمة الإنسان الإنسان ليس بلونه ولا عرقه ولا عنده وراق الانسان قيمة ثابتة وقتل شخص يتعرض لخطر أي أن كان هذا الخطر الدولة ومؤسساتها عليها تنتصر لهذا الشخص للأسف الشديد دولتنا مش فقط تتبيع في الباسبورات للأرهابيين مش فقط تتبيع عنا في الوهم وتتبيع عنا في دوايات منتهية الصلاحية مش فقط مارسة العنف علينا مش فقط نكلت وبهذلت بحالنا نحن فقط بهذلت بحال اللاجئين اللي عنا وزيد على هذا الكل نحن كشعب اللي نحن ضحايا ففعال العنصرية كنخرجوا لبرا نبدو تشكهوا منها كنكونوا في بلادنا أول حاجة نعملوها نمارسوا النظرة الدونية ونمارسوا الفعل العنصري على آلاف مؤلفة من الناس المقيمة معنا في تونس الناس من القاوة تخدم في القاوي من دون حد أدنى من احترام الحقوق المهنية بتاعها تخدم في الإفلاحة من دون حد أدنى من احترام إنسانيتها تخدم في ميهن التوانسة تعتبرها عيب وعار أصبح تعتبرها ما تلقش بها فالناس هذه هي عايشة معنا تتقاسم معنا نفس الحقوق مع عدل انتخاب ولكن تتقاسم معنا نفس الحقوق ونفس الوجبات الناس هذه تدفع في 10% الضرائب القيمة الناس هذه تنتهك بشكل علني وصارع الناس هذه تتطرد من ديارها فقط لأنه ما يعجبوش الناس هذه إذا صار فعل شنيع من أحد الأفرق جور بالصحراء في تونس تحاكم بجملته وبعد نحن نتغش ونقولوش بهم يغزرون إرهابيين في الخارج إذا كان نحن نعاز جزار سماح في الكلمة نحن ولينا كالجزاري عظم على مراكزي نعظموا على الأخرين كيفاش يعمموا في صورة التونسي الإرهابي والتونسي اللي لدرا كيفاش ولكن في المقابل نسمح لأنفسنا بأننا نعمموا نظرة أنه الأفريقي محتل وأنه الأفريقي بيه وأنه الأفريقي عليه وأنه الشعب هذاك بيه وشعب هذاك عليه ونحن تبقع منا تقرع ما كيفنا حد بحلانا وما شابنا نحن ما حلناشي محاوضة نحن شعب فقد البوصلة نحن شعب للأسف الشديد شوارعنا تشهد على قداش نحن نضاف طرقاتنا تشهد على قداش نحن نحترموا بعضنا سلوكنا توجه بعضنا البعض وكيفاش نخاطبوا بعضنا البعض يشهد على كم بلغنا من الأنحطات القيامي اليوم هذا كلام بيقوله وفي القلب يغصى كما يقول الأخر الأخ عرفت عليه بشاوش وفي القلب يغصى بما معنى أنه دولة لها من الإمكانيات الشعب له من الحضارة ما يتجاوز لثلاث سنة حضارة كالكذب الكذب غالي عنده قدرة أنه يتصالح مع نفسه ويتصالح مع إنسانيته ولكن يسر يوم بعد يوم على أنه يتصالح مع الهمجية اللي فينا اليوم كشعب قبل الدولة علينا أن نكون بشرا إنسانيين نتعامل مع بعضنا بإنسانية نحترم مع بعضنا ونخدم بقاعدة بسيطة اللي ما تحبوش الروحك ما تحبوش الغيرك تالي البلاد هذه واحدة واحدة تصلح ما عدا ذلك فإنه خنبعوها بتا وكما قال المرحومة وعظيم الذكر نخضروها دللاعو بالطيخ شكرا لك حسين العيدي لحقيقة مأساة وترجيدة كبيرة يعيشوا فيها المهاجرين النظاميين ولا حتى غير النظاميين اللي جايين من أفريقيا جنوب الصحراء واللي ظاهرة قاعدة تتوسع بشكل كبير في تونس ولكن ما فهمش سياسة دولة واضحة أيضا ما فهمش تصور واضح كيف نحتوي هذه الظاهرة على اعتبار وأنه اليوم ما تنجمش تمنع الناس بيجي تقرأ في تونس بيجي تخدم في تونس كما ما تنجمش تمنع أتوانس بيجي يمشيوا لأوروبا ولا يمشيوا لأمريكا ولا يمشيوا الكندا فما في المقابل أيضا بعض المواطنيين في بعض المناطق كما سفيقس يقولك الظاهرة كبرت اليوم والحقيقة تحتاج لوقفة التأمل المشكلوين في المواطن التونسي اللي هو في جزء منه في ثقافته عنصري حقار بين الظفرين لأنه الشخص اللي أمامه مش نفس اللغة يحكي كيفه مش نفس لون البشرة أم أنه المشكل في الدولة هو سياساتها وتعاملها مع هذا الملف ومع هذه الظاهرة حسين شوف الإشكال معقد ياسر مشكال فهمة إشكال المجتمعي إنه توانسى الحجارة منطقة الحجرة شوفنا حرف بعض الحجارة أنا من البلاسة الفلانية نحجر البلاسة الفلانية وهي واكيك ويمياشي منه ومنه فعنا عقلية أو الوهم اللي نحن ما كيفناش اللي هي ورثناها من الاستعمار التركي التفصيل ورثناها من إنه الاستعمار اللي جاء لتونس في مئات السنوات كان يقسم البلاد ساحل ودواخل عملية الترفرز هذي ولات نوع من الثقافة عن الداخل نفرزوا بعضنا باللهجة باللون وبالشكل الشعار كفاه طورتوا استبنتها دولتنا دولتنا باش قايم الرجال في الدولة بتاعتونس يشكونا ما متوانس بثقافة عنصري أنا وقت اللي أغزولي الدول اللي تحترم نفسها أو مؤسسات الدولة وقت اللي جيك أيا كان لونه سنه لسانه قدم لك شكوى بأنه تعرض عملية اختطاف يتم وعالجتها بجدية مش بمنطقة وكي والد بلاد نحامي عليها والد بلادك هذا مجرم مجرم أخل بواجب مهنده مش هذي أول مرة عشرات المرات لتعداده ولكن لا يتم لبلاغ مئات القضايا الاعتداء بالعنف على فارقة شرب صحراء وقمين في تونس وعلى ليبيين وعلى جزائريين وعلى مغرب وعلى تحب عليها أنت نحنا في تونس كيف نغزر المغرب كيفاش نغزروله اللي بياش نكتو عليها تزيري كيفاش نغزروله نحنا عنا وهم أنه نحن استثناء أنه نحنا ما كفناش يا بشر نحنا أولاد تسعة وفينا أولاد سبعة نتكلموا بلغة تتكلمها أكثر من مئة مليون أكثر من أربعة مئة مليون اللغة العربية نتكلموا في اللغة الثانية فرنسية أقل نحنا شعب صفر إضافة في العشرين سنة الأخيرة أسيدي نبدأ من 1900 صفر إضافة لهذا الكون ما زدناه كان شوية زبل ما زدناه كان شوية تلوث بصري وسمعي ومجموعة من العنف والإرهابية أجزدنا نحنا إضافة بخلاف كعبتينو كعبة هذا يحتاج التنسيب هذا يكلم غير عقليني وغير وقل كعبتينو كعبة منها بجهود خاصة موش المشهد السودوي للدرجة لا لا أغزل لي كعبتينو كعبة المجتمع ذي أعطنا حسين العيد لا لا ملدي أنا لستو سوي أغزل لي دولة سياستها بضطان شوف ما حكيناه ياشق بل خاطر مواصر العسكرية مواصر العسكرية كشادة مهاجرين غير النظاميين كحبة تتسايبهم من سايبتها موحامد سايبتها مالحدود اللي يبين بتقولي سياسة دولة لا سياسة دولة سياسة دولة أنها تمارس العنصرية للمغلفة سياسة دولة أنها تراف العباد تخدم في القهاوي بغير حتى ترخيص والطرف على المضاوة دولتنا ونحنا يلزمنا تأهيل نفسي